خلينا نستعرض معكم مسيرة كابتن أيمن رمادي مع نادي أسوان هو لعب 8 ماتشاط من ساعة ما تولى المسئولية فاز في 5 خسارة في 3 سجل 13 هدف ويستقبل أو استقبلت شباك فريق أسوان 10 أهداف دي مسيرة كابتن أيمن رمادي من ساعة ما مسك نادي أسوان وحنعرف دلوقتي كمان فريق أسوان هو في الترتيب الكام في المسابقة طيب دي مسيرة كابتن أيمن رمادي من ساعة ما مسك أسوان مسيرته ما قبل تولي فريق أسوان هو بدأ مسيرته التدربية في عام 2006 مع نادي خورفة كان الإماراتي زي ما قلنا أن كل السيفي بتاعه في الإماراتي استمر معه لمدة موسم واحد فقط بعد كده انتقل إلى الظفرة الإماراتي برضو لموسم وحيد قبل ما ينتقل إلى نادي دبي الإماراتي لمدة موسمين بعد كده هو مستمر مع الإمارات تولى تدريب الشرق لمدة موسم وبعد كده انتقل إلى كلباء الإماراتي أبرز محطات الكابتن أيمن الرمادي كانت مع نادي عجمان في الفترة من 2016 ل2021 نادي عجمان كان ساعتها في الدوري القسم الثاني هو خده من 2016 أو مسكو من تولى تدريبه من 2016 ل2021 انتقل بيهم إلى الدوري الممتاز حقق معهم نتائج ولا أروع في الدوري الممتاز الإماراتي الموسم قبل الماضي كان تولى تدريب نادي الإمارات الإماراتي ويستمر معهم لمدة موسم واحد قبل ما ينتقل إلى أسوان مسيرة مهمة للكابتن أيمن رمادي هو بيحاول أنه يعمل حاجة مهمة في الدوري المصري أنا بحاول أن أنا أحيي وأشكره أحيي الأول على المباراة اللي احنا شفناها والأداء اللي احنا شفناها وعلى فكرة كان في حوار دار ما بين أيمن رمادي مدير الفني لنادي أسوان ومدير الفني لنادي الزمالك المدير الفني لنادي الزمالك كان بتكلم بيقوله أن يريد تلعب كل المطشاط معنا زي ما أو مع كل الفرق مع الأهلي ومع كل الفرق الأخرى زي ما لعبتها أو بنفس الأداء اللي احنا شفناه النهاردة في مطش أسوان والزمالك أنا لايه هنا بس وقفة أنا لو أنا بشجع الأهلي أولى من جمهور الزمالك أنا كأهلاوي أو كزمالكاوي يهمني جدا أن كل فرق الدوري تبقى فرق قوية تبقى فيها اللعيبة رجالة يبقى الأداء بتاعهم كويس يبقى النتائج بتاعتهم كويس ليه؟ علشان أنا لو أنا من جمهور الأهلي فأنا حلاقي الفريق بتاع النادي الأهلي دايما مضغوط دايما حاسس بالخطر لو أنا من جمهور الزمالك دايما هشوف أن الزمالك في خطر فدايما هشوف أن لازم أن اللعيبة بتاعت فريقي مضغوطة فهتطلع أكتر حاجة عندها فأنا بيهمني أنا لو أنا أهلاوي أو أنا زمالكاوي أشوف كل الفرق بتلعب كويس وكل الفرق عندها يعني روح الفوز في المباراة